أوضح الكريملين أن عزل روسيا أمر مستحيل وذلك بالرغم من وجود مثل هذه المخططات من قبل الدول غير الصديقة وأضف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هناك محاولات ومخططات من دول وصفها بالمعادية من أجل عزل روسيا اقتصادياً وسياسياً وتجارياً قال وزير الخارجية سرجي لفروف أن روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب وفي مؤتمر صحفي بأرمينيا بعد اجتماع منظمة معهدة الأمن الجماعي أضاف لفروف أن الجميع يدرك الآن أن حلف النيتو لا يمكنه أن يقرر مصير أوروبا ووصف لفروف الاجتماع الذي عقد في أرمينيا بأنه كان مثمراً ضم كل دول الأعضاء في المنظمة كاشفاً عن توقيع عدة اتفاقات مشتركة نحن اقترحنا مراراً على شركائنا في التحالف الناتو في حلف الناتو من قبل أو بالتشارك مع شركائنا في منظمة معهدة الأمن الجماعي بإطلاق الحوار وإيجاد آليات للتعاون والتنسيقات ولكن حلف الناتو دائماً كان يرفض ذلك لأنه لا يمكنهم أن يحددون مصير الدول الأوروبية وهذا أصبح واضح لجميع قال مسؤولون أن القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقعها في سيفر دونتسك مع احتدام القتال في الشوارع وتواصل القصف في ليلة نهار بينما تضغط روسيا للسيطرة على المدينة الأساسية لهدفها المتمثل في السيطرة على شرك أوكرانيا وأوضح سيكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن الوضع بالغ التعقيد وأن القوات الروسية تركز قل قوتها على المنطقة يأتي ذلك في وقت تقول فيه أوكرانيا أن أملها الوحيد لتحويل الدفة لصالحها في المدينة الصناعية الصغيرة هو تزويدها بالمزيد من المدفعية للتصدي للقوات العسكرية الروسية الهائلة ترجمة نانسي قنقر أعلن الجيش الأوكراني قيامه بقصف مواقع روسية في منطقة خيرسون بجنيب أوكرانيا وهي منطقة تقضع بشكل شبه كامل لسيطرة القوات الروسية وأوضحت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني أن قواتها الجوية تقصفت مواقع روسية تتركز فيها معدات وأفراد ومستودعات حول خمس مناطق خيرسون قالت وزارة الدفاع البريطانية أن مدينة ماريوبول الواقعة جنوب أوكرانيا مهددة بانتشار مرض الكوليرا وذلك نظرا لأن الخدمات الطبية توشك على الانهيار وفي بيان نضافة الوزارة أنه من المحتمل أيضا حدوث نقص شديد في الأدوية في خيرسون وذكرت أن روسيا تواجه صعبات في توفير الخدمات العامة الأساسية لسكان المناطق الخضعة لسيطرتها أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا أن أوكرانيا جزء من العائلة الروسية مشيرة إلى أنه حان وقت انضمامها إلى الاتحاد وخلال مشاركتها في قمة كوبنهاج المنعقدة بالدنمارك أكدت ميتسولا أن الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا في الحصول على صفة مرشح للاتحاد يشار إلى أن البرلمان الأوروبي اعتمد في الجلسة العامة في ستراسبورغ قرارا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى مرح أوكرانيا صفة لدولة مرشحة لعضوية الاتحاد حيث وافق على القرار 438 صوتا برلمانيا مقابل 65 صوتا معارضا دعا المستشار الألماني أوليف شولتز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا جاء ذلك خلال زيارته لقوات الدفاع الجوي الألمانية بالبلقان التي تأتي ضمن المهام التي يقضها حلف النيتو وستركز جولة شولتز على استطلاع أفاق الانضمام للاتحاد الأوروبي لست دول في غرب البلقان في غضون ذلك أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 754 قتيلا ومصابا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي لينقسم بين 263 قتيلا و491 مصابا وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية إذ يجرى العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونتسك بنحو 192 طفلا وأن نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية وصلت ضرر فيه إلى نسبة تصل إلى 1970 مؤسسة تعليمية منها 194 مؤسسة دم مرت بالكامل ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت حتى الآن 391 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية وأضافت الوكالة أن 25 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الخميس مقابل 23 ألف و300 لاجئ في اليوم السابق عليه أعلن حلف شمال الأطلسي نيتو نيته تزويد دول الجناح الشرقي للحلف بأنظمة صوريخ وعتاد متطورة وأوضح النيتو في بيان له أنه يجهز لنشر قوات في دول الجناح الشرقي للحلف وذلك لمواجهة روسيا مضيفا أنه سيضمن أمن فنلندا والسويد قبل نيلهما عضوية الحلف موسيقى 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 قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع شديد للتضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة وفي تصرحاتنا أضاف رئيس الوزراء المجري أنه بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والتاقة فإن التضخم في المجر الذي ارتفع إلى 10.7% في مايو سيصل إلى ما بين 15% و16% وخلال القمة ذاتها أكدت رئيسة الوزراء لتوانيا إنجريدا سيمونيتي أن بلدها أوقفت استراد الغاز الروسي ووفرت بدائل عنه وأضافت سيمونيتي أنها تقع أمام خيارين إما حفظ ماء وجه بوتين أو حياة الأوكرانيين كانت وزارة الطاقة في لتوانيا قد أوضحت في تصريح سابق أن شراء مصادر الطاقة الروسية يعني أن تمويل لتوانيا سدخل الحرب أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناع الياباني كويتشي هاجودا أعلن أنه كجزء من حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا ستحضر اليابان تصدير المركبات الثقيلة والشاحنات والجرفات إلى موسكو وأضفها الوزير الياباني أنه سيتم حاضر تصدير البضاء التي تساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية إلى روسيا كما سيتم فرض حاضر على تسليم المركبات الثقيلة والشاحنات القلابة والجرفات وغيرها من المعدات الثقيلة بداية من السابع عشر من يونيو الجاري أكد الرئيس أركان البحرية الإيطالية الأدميرال إنريكو كدندينو استعداد بلاده للمشاركة في عمليات تطهير السواحل الأوكرانية من الإلغام أو تغزين الحبوب القادمة من أوكرانيا وذلك في مسعى منها للمساعدة في حل أزمة الغذاء العالمية وقال إنريكو في تصريح صحفي إن أزمة نقص الغذاء بسبب الحصار المفروض على أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية يمكن أن يسبب حالات طوارئ غير مسبوقة مثل زيادة تدفقات الهجرة إلى أوروبا موضحا أن بلاده عززت حضورها في البحر المتوسط من خلال سفن الدوريات البحرية متعددة الأغراض